اشتركوا في القناة 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 اعتقد ان اللي مش فاسد الغير فاسد اللي بيتق الله اللي عايز يمشي محترم ياخد حقه برضو هل تعتقد اللي يعني شباب الثورة هم اللي جابوا الفوضى بتاعت الامنية دي؟ ازاي يعني؟ ازاي زا كنا احنا بقينا فخورين بالثورة احنا كمواطنين مصريين كلنا فخورين بس فن الثورة دلوقت؟ فن الانجازات؟ فن الانجازات؟ فن اشوف صورة؟ كنت فرحانة على فكرة ان اول يوم يوم الثورة انا كنت بعمل عمرة يوم 25 يناير انا كنت في المدينة المنورة وبقينا هناك مش عارفين نشوف الاحداث لانك التلفزيونات كلها لقدام من الحرم في القتلات ما بتوريناش غير قناة واحدة سعودية فما كناش بنشوف كنا بنتصل بالعافية التليفونات ما كانتش بتجمع ببقيناش فهمين حاجة وفضلنا قاعدين شهر عبال ما قادرنا نرجع مصر بقيت فقبل الرجوع على طول بقيت فخورة ان بيقولوا فيه احداث ومصر تغيرت وحصل كذا وكذا بقنا سعداء وماشيين فرحانين ان ان احنا يعني دمنا هو اللي بيتكلم دمنا اللي استشهد دمنا اللي استشهد عشان قطر بلده ان بيعملوا حاجة عشان مصر ان حان الوقت ان الناس فاض بيها وان من حقنا ان مصر بقى تمشي في مصار سليم لكن فين الانتاج انا مش رأي انتاج شايفها ناس عملها كل واحد من حقوم يسوره ما هو اصلا انت كل واحد بيقولك ايه اهي فرصة اذا ما كنتش يسور دلوقتي مش هيجي وقته ما هو الناس غلابة كل واحد عنده ظروف يعني لما بيقولوا فيه الطالبات الفئوية دي ولا بيقولوا علي المطالب الفئوية دي نتيجة ان الناس بتقول ايه طب ما انا فرصة ان دلوقتي فيه ثورة ما كلنا نطلب حقوقنا يعني هم حقهم طب فين يعني فين اللي ينفذ ولو خطوة يقوم الناس ترتاح خطوة فخطوة فخطوة فهي ربنا يعني الدنيا ما تعملتش ربنا جل جلاله في ست ايام في الامور تيجي بس نشتغل تيجي ازاي والله انا انا مش عارفة انا عارفة ان انا نحافز انا كنت مسافرة في العيد الصغير الغردقة انا شفتش سياحة وبقيت حزينة على مصر وبقيت حزينة على ان ما فيش حد ترجع ترجع بلدنا كويسة الناس كت كتفرحانة بيقول الله مصر عملت ثورة الله الناس بتثورة على الفساد وان بقيت ماشية في الشرعة لما رجعت من العمرة شايفة جمد بيتي اللي جان شعبية وبيحافظوا علي وبيحافظوا كنت بعيت بالفرحة شفت الناس بتمسح وبتنظف وانزلت معاهم فين دلوقتي دي خطوة فين الخطوة اللي بعد كده فين الخطوات اللي الناس تحس بان ان في بقى يعني يعني ماشيين على تراك مفيش وبعدين امسك كل مجال بقى يعني اللي متولين الثورة يمسكوا مجال 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 الاعلام والفن مع بعض مين بقى القائمة اللي التهدت وتعبت وليها رصيدة عند الناس حقها انها ترجع وحقها انه يبقى فيه حوارات انتوا بقى المتولين ده شايفة الاعلام من مصر ماشي مزبوطة فيه حاجات ماشيي مزبوط فيه حاجات مشيه مش مزبوط قلتلك انا واحدة مش سياسية انا بتكلمك reframe وطنية مصرية في ناس موضوعية وفي ناس غير موضوعية في ناس انتهذت فرص وفى ناس ما انتهذيتش فرص في ناس ماشية سكتة ومستنية العدل الي اجيل من عند ربنا احنا مستنين ده امسكوا يا جماعة مجال 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 ورفضوا الاسماء المطهدة ورفضوا الاسماء ورفضوا الاسماء اللي تعبانة ورصدوا هم تلموش قوي عن ناس اللي كانت وقفة زمان مع النظام لان لما كانش يوقف مع النظام ما كان يروح ورا الشمس بلاش تفضل نقول فلول ومش فلول طب كانوا يعملوا ايه يعني يعملوا ايه خلينا نتكلم بقى اعمق من كده اعمق ان احنا كلنا مصريين وكل الناس فرحانين بالثورة كل الناس حتى اللي بتقولوا عليهم فلول فرحانين لان هم كانوا مزلولين احنا بقى انا بتكلم على احنا بقى احنا لكنا مزلولين لكن كنت انا كنت من الناس المقلة في شغلي وانا ليا راصيدي كبير عند الناس المقلة اني في حالي وبنت ناس والدي مستشار بشتغل وبمسر من عمري 3 سنين عملت برنامج ناجح 6 سنين دلوقتي ما بعملش حاجة لان شايفة كلهم شلاليات شلاليات انا فين من ده وانا ليا اسمي وليا تاريخ وزي كتير وزي اعتقد كتير يعني مش بس في مجال الفن ولا في مجال بقى الهندسة وفي مجال الطب وغيره 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 اخدت دكتوران من بره عشان اثبت وجودي هنا يقولي طب يا دين احنا كنا بنحبك كفانانة بنحبك كموزيع ما اعمل ايه لازم يبقى لك سابورت مين السابورت في هزين مجالات لازم يكون في ناس تتقل ناس تاخد بالها من الكفاءات يبقى فيه اولويات تي حاجات بصوا فيها بقى بصوا للانتاج كفاية كلام وكفاية اعتصامات نبص للامان نمر واحد الامان يرجع لبلدنا والشارع المصر ارجعوا تاني للجان الشعبية اللي كانت معمولة في الشوارع دي ارجعوا تاني يبقى فيك اكمنة في الشوارع تمسك البلطجية احنا مش معروفين فين اماكن اللي بيتلاقوا فيها صحبي بيقترح علينا هاني كان بيقترح اللي احنا نعمل فكرة في منطقة مصر الجديدة اللي احنا نعمل لجان دوريات شرطة من الشباب العربيات عليها ستيكرز اللي هي دوريات شعبية او شباب شرطة تمسك اي ناس مخالفين بيعملوا اي حاجة وتسلمهم للشرطة كدور من المساعدة للشرطة الناس خايفة لما بيلاقوا حد بيشد محدش بيشد مثلا شنطة يجروا وهم خايفين مش عارفين يعملوا ايه يعني احنا ده اللي محتاجين وديهم نمرة واحد موكل ده موفيش انتاج مفيش اقتصاد مفيش مستثمرين عرب مفيش مستثمرين مستثمرين اجانب مفيش مستثمرين مصريين مكل اللي معاه قرش محافظ خايف عليه لان اللي عنده اسرة و اللي عنده بيت و اللي خايفة اما العاية نبص للصحة ونشوف اللي ممكن يتعامل عشان يبقى فيه علاج بالبجان للناس ما أنت لو وفرت يا بابا الأساسيات حتلاقي الناس حتى لو فيه فساد الناس مش هتبص للفساد لأن انت شبعتني ادتني الأولويات ادتني المسكن وادتني الدواء وادتني الأكل وادتني الوظيفة يعني ادتني أمان في أساسيات بعد كده حتى لو قدامي مليار دير مش هبصله مش هحقد عليه لأن انت وفرتلي الأساسيات فإحنا نوفر الأساسيات ونبص للعشوائيات ونبص للناس المتشعبطة في الأوتوبيسات والمرضى اللي وقفين على المستشفيات نمسك كل منطقة ونعمل لها مسحة للفقراء ونطلع من الأغنية زكتها وصدقتها من كل منطقة تي حاجات اللي تتعامل نمسك كل حي يبقى لك مكتب في كل حي زي صندوق المال بتاع زمان أيام الخلفاء الرشدين وحقق لي بقى أعملي مسحة لكل منطقة فيها فقرة ونعمل بأوراق ونبتدي نعمل دراسات على كل شخصية وكل أسرة خصوصا اللي مقفول عليهم باب بيت مقدرواش يشحطوا في الشارع وفر ده في كل منطقة ونزل اللي كان شعبية حافظ على الأمان حتلاقيه الإنتاج بعد أن يشتغل وده بتدي نمسك وزارة وزارة الناس اللي متهدة إن الناس اللي مأخدوش حقهم يرجعوا ياخدوا حقهم تدريجي زي ما ربنا خلق الدنيا في ست أيام ونقول يا رب وحنا في أيام مفترجة ودخلين على عيد إن ربنا يكرمنا ويحافظ على بلدنا مسلمين ومسيحيين ويهود دون كلها أديان سماوية خلينا نحب بعض لإن الحب ده اللي مرتبط بالتقوى الله اللي بيعملني كواسما ممكن يبقى ليا صديق مسلم بيحرق دمي وهو مسلم من ديني ولا يمسيح يوقف جنبي يبقى المسألة مش مسألة أديان دي عقيدة بين الإنسان وربنا أنا تكلمت كتير بس من قلب شبكي تأي يقين بتوشكر حضركة أستاذ الله يخليك مرسي جدا جدا شكرا أولا